وإحنا بنتكلم دلوقتي أنه فيه مناهج بيتم إعدادها للأطفال سنة 4 سنين إزاي بيتم إعداد منهج مناسب لهذه المرحلة العمرية؟ الموضوع بسيط جداً حقيقة أنه بيبقى كل مرحلة عمرية فيها مجموعة من المهارات والمفاهيم بدها له فيمكن إحنا بنتكلمش في المرحلة دي على التخصص الضقيق إنما بنتكلم على المفاهيم على همش بنصعب الدنيا قوي على الأطفال بنحاول نبسط آه عشان يدخلوا بس المجال وبعد كده تدريجياً الأمور بتزداد صعوبة بقى إلا صعوبة والله هي فكرة هتزداد تقدمت خليه نقول أنه أنت ممكن تلاقي في السن اللي هو بتاع ربعة بتدقي يعني بنكلم في عشر سنين 11 سنة مثلا حد متميز جداً يقدر ينتقل إلى مرحلة أعلى وهي دي ميزة التدريب عن طريق المنصات حقيقة إن أنا مش محتاج إن أنا أصل لمرحلة أخلصها بعد كده عشان أخش المرحلة اللي بعدها أنا ممكن ألاقي طفل أو شاب متميز جداً وبالتالي أنا لما بخش أبص على مهاراته قالوا لا أنت يقفز لمراحل دقيقة طبعاً وممكن تقفز إلى مراحل أكثر تقدماً تصل إلى مرحلة الخبراء إن هذا الفروح هي كمان نازل لازم تعرفه والأسر المصري لازم تعرفه والمجتمع كله لازم يعرفه إن في نقص شديد جداً في هذه المهارات في العالم كون وإذا كان حتى على مستوى الدول الأكثر تقدماً أكبر اقتصاد في العالم والاقتصاد الأمريكي الفلصيني ودول أكبر منتجين للتكنولوجيا في العالم الدولتين دول ما أحجمهم مع نظام تعليمهم عندهم نقص في هذه النوعية من المهارات ونفس الحكاية على دول الاتحاد الأوروبي فإحنا بنفتح مجال كبير جداً للعمل لمجموعة من الشباب اللي هو هيبقى مؤهل حيث أنا لازم أركز على حدث إنه لازم يكون مؤهل في مجالات عابرة للحدود بطبيعتها حتى أنا ممكن أشتغل عن بعض أنا ممكن أشتغل في الموعيد اللي تناسبني أنا ممكن أختار نوعية العمل اللي أنا عايزه وفي إيه نوعية أخرى ما أحبهاش مش عاملة فهي ديناماكية جديدة جداً ويمكن لو بنكلم على الميزة الوحيدة للكورونا حياء أن رسخت وهذه الفكرة فكرة العمل عن بعض وفكرة أن أنا مش محتاج أن أنا أنتقل جسدياً إلى مكان العمل أنا ممكن أشتغل أنا كل محتاجه كمبيوتر سريع بإنترنت سريع وقدر الشغل مع أي مكان في العالم وأنا قاعد في المكتب أو قاعد في البيت أو قاعد في الكفشو بحط أكيد طيب أباش مهندس إحنا بيتنازعنا كأباء شعورين مش عارفين بقى نمشي يعني على أنهي مود وإحنا بنكلم الولاد سيب الموبايل الموبايل اللي حيتلي في أملك الموبايل اللي بتضيع عليه وقت ولا يمسك الموبايل وبتدي اشتغل برمجة مش عارفين نحرك الولاد ما بين أنهي إحنا القانين ما بين إن إحنا نخليهم طول الوقت عاديين قدام شاشرة الموبايل يستفيدوا من حتى من البرمجة وغيرها أو نسيبهم للموبايل وقتها هل حيختاروا البرمجة ولا حيختاروا يعودوا يلعبوا على المنصات المختلفة مش عارفين دا إلامة كبيرة جدا أنا عارف متخير يعني الكثير من الأسر وخصوصا اللي عندهم أطفال صغيرين وعين في هذه الحيرة حقيقة خلينا نقول إن الأطفال الألفية الثالثة حقيقة هم مختلفين عن كل ما سبقه هم مولدين في بيئة رقمية العالم الرقمي هو امتداد طبيعي لحياتهم هم عايشين في عالم هاجين فموضوع إن إحنا ما يلعبوش أو إن هم يبقوا مسكين الموبايل علشان ما يلعبوش صغب بس إحنا بدنا نحاول إن إحنا نتكلم مع الولايات نحاول نفهمهم إن لكل حاجة مميزاته كل حاجة أيضا والسهلاك المفرط للإنترنت في مجالات الجيمز في مجالات السوشيال ميديا هو مؤثر ومؤثر بشكل سلب كبير إنه ما نقدرش نمنح حقيقة أصبح مستحيل وبالتالي الأباء والأمهات وخصوصاً أجل حضراتكم محتاجة إن هي يعودوا مع الولاد وياخدوهم في رحلة داخل هذا العالم في الاتجاه المفيد في اتجاه طب ما نتفرج على السوشيال ميديا ما فيهش مشكلة بس تعالى نجرب نفهم إزاي زكاة صناعة بالشغل طب ما تيجي ما توريني كده برنامج نعمله مع بعض علشان نعمل لعبة معينة أو نحل بيها مشكلة معينة وبالتدريج وهم قادرين إنه هم يخشوا في هذا العالم بطريقة مختلفة عننا الخوف إنه إحنا ما نعرفش ندخل معنا هم يروحوا وإحنا عادين بنتفرج ومش عارفين هم بيعملوا إيه طبعاً هو عشان كده أنا بقول إن الثقافة الرقمية هي جزء مهم جداً وثقافة الرقمية بقت جزء من الثقافة العام يمكن أنا يعني ليه الشرف إن أنا أكون عضو لجنة الثقافة الرقمية مجلس على الثقافة وبنشغل على هذه الأمور بشكل كبير جداً إن الثقافة الرقمية مش مجرد إن أنا أعرف التكنولوجيا إنما أعرف على قد مقدر إن أنا أبقى قدر على تفهم البيع الأمانة لإستخدامات التكنولوجيا علشان دخول الولاد في هذا العالم اللي هو بلا روابط بلا حدود قد يؤدي إلى مشاكل وبالتالي إحنا محتاجين نبقى الأسرة بكل أطيافها إذا كان الأب والأم الجد والجدة إن الأخوات الأكبر يبقوا قدرين إن هم يساعدوا الأجار الأصغر على التصفح الآمن للإنترنت مهم جداً مسألة الدخول إلى هذا العالم بدون ضوابط أو حدود أو معايير معينة هتؤدي إلى كوارث النهاية يعني لازم كل الكلام ده يكون تحت إشراف متخصصين ما سيبوش قاعد على الموبايل ويقول ده بيتعلم ذكاء إصطناعي ده بيتعلم برمجة لا لازم يكون تحت إشراف طبعاً النهاية في الآخر هي بيئة مفهاش أي حدود متنهات يعني بلا حدود زائد إن هي بيئة مفهاش أي ضوابط وأنا خصوصاً أن أنا مش عارف مين للينا حتى من الشاشة ما عرفوش فمن السهل جداً خصوصاً في الأجار الزغيرة أو اللي ما عندهوش إدراك كافية إنه هو يقع ضحية التحق تصيد استغلال وإحنا شفنا يمكن بعض الحوادث المؤسفة في هذا الاتجاه ده شيء يقرق العالم كل والسلاح الأول في هذه البيئة هو وعي وعي كأسرة وعي كشاب أو من النشأ وعي كمجتمع لهذه النوعية من المخاطر وإن إحنا بنبني منظومة وعي بس في عالم هاجين إن هو العالم ما أصبحش العالم المادي اللي إحنا بنلمسه إنما هو عالم العالم الإفتراضي بقى جزء منه حقيقة ومكمل ليه الجزء الغالب كمان الجزء الغالب كمان آه طبعا طبعا